اشتركوا في القناة وخلال الاستقبال الذي اقيم فيها للصبلات الملكية رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بضيفه الكريم مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تقدم والزهار بدعم قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على توثيق وتعزيز أواصر المحبة والمودة والتعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين مؤكدا سموه على همية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة المجالين الشبابي والرياضي من جهة أشهد صاحب السمو الملكي الأمير حمز بن الحسين بما وصلت إليه البحرين من تطور وتقدم في ظل الإنجازات التي تشهدها المملكة في جميع المجالات متمنيا للبحرين دوام التقدم والتطور والازدهار وشهد سموه بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة والمنجزات الحضارية والتنموية في شتى الميادين مؤكدا على الأهمية الكبيرة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلوان الذي وضع البحرين في دائرة الاهتمام العالمي وعزز من موقعها كمركز لرياضة السيارات في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر